نروح للأهدي حاس ان انت عايز تبدأ الكلام بعمر كمال عبدالواحد ايه؟ صح؟ اه حاسين صح؟ اه طبعا ماشي هي اكبر حيرة عند الرجل هو مقتنع جدا بعمر كمال عاجبه المردود اللي بيقدمه خاصة المباراة الاخيرة شايف انه الرجل يقدر يفيده في اكتر من بوزيشن شايف انه من اللعبة المهمة جدا بالنسبة له انهم يكونوا موجودين في قائمة الفريق الرجل تجرب في اكتر من بوزيشن طبعا طبعا افضله من يكوننا حيتي دي مين؟ انا كانا يلعب ظهير ولا جناح طب ليه الراجل؟ انا جبتلك جزء هو ليه الراجل بيفكر فيه انه يكون هو اللي بيلعب جناح قدام محمد هاني لسببين؟ قبل ما نروح للحالات السبب الاول قدرة محمد هاني انه يشتغل انفرتد فول باك او يشتغل انه يدخل جوه الملعب عملها كتير عملها مع موسيماني عملها مع كولر نفسه انه يعني ايه انفرتد فول باك؟ يعني لما يكون فيه زحمة عددية في وسط الملعب خاصة في الترانزيشن ان الاهل هو اللي معاك كورة وفيه هيحصل عملية ارتداد ممكن تحصل على الاهل باك شكل من الاشكال لو الكورة مش في اتجاه ناحية اليمين وكورة ناحية الشمال بتلاقي عمر كمال عبد الواحد او الجناح اليمين مرحل لورا شوية وهاني داخل انصائر عشان لما يحصل عملية الارتداد العكسي والاهل يرجع يدافع لما الاهل يرجع يدافع يرجع وكأنه قبل ما اتروح لديه يرجع عمر كمال عبد الواحد يرجع يلعب ظهير ايمن يرجع يلعب ظهير ايمن ويدخل هاني انصائر طب ايه الفايدة؟ تعال اوه يال كأنه بيلعب خمسة كأنه بيلعب خمسة تحت الكور في اتجاه الكور ليه احنا عادين انا ومحمود من اول الحلقة بنقول ايه انه غير كله ناحية الشمال الممرات ازا ما لك اكتر ممرين بيشتغل فيهم هم الممرين اللي ما بين الظاهير الايمن وقال بيدفع ناحية اليمين والظاهير الايصر وقال بيدفع ناحية الشمال فالراجل بيفكر في ايه هاني بيعرف يدفع كويس فهاني لما يكون في ضغط من الزمالك او الزمالك مستحوز او الاهل عايز يدفع بشكل جيد يدخل هاني انصائر ويدخل عمر كظاهير ايمن نفس الفكرة دي هيعملها مع كوكا ناحية الشمال انه يبقى بينزل عالي معلول هو اللي برا وكوكا ينزل يقفل ممر ينزل يقفل ممر اللي هو ما بين علي معلول وما بين محمد عبد المنعم دي الفكرة بتاعت الراجل في الدفاع علشان يقفل على جميز الشكل ده طيب دي النقطة الاولانية ليه بيفكر في عمر اللي انه عمر يعرف يشتغل على الطرف كويس يقدر يعمل افلاينيج ويقفل الطرف اليمين كويس لو رجع يساعد محمد هاني في الحالة الدفاعية طيب النقطة الاهم وانه كل الجمهور بيقول لا عمر يبدأ حتى لو بكريت النقطة الهجومية كل اللقطات المهمة جدا هل كانت لقطات دفاعية العمر كمال في مباراة زد لا كانت كلها في التلت الاخير من ملعب النادي الاهلي التلت الاول من زد تعال نشوف الحالة بقى كلها لقطات ممتازة سواء ضقة عرضيات او مرور واحد على واحد كلها فين في التلت الاخير بص هنا بيعدي واحد على واحد واتزق اللي بعديها اللي بعديها لان دي هتنقلني النقطة اللي بعديها ليه عمر يكون موجود كمان لحي تلمين بص هنا الراجل بيقدر يتعامل كمل كمل بيقدر يتعامل تحت الضغط بيقدر يخرج من الرقابة بشكل جيد بيقدر يعدي واحد على واحد بص هنا هيخش عنده حلول مش اول حاجة بتجي له بروح عمل العرضية تيجي تغبط في المدافع او غيره لا بيقدر يعمل لك خطورة من ده بيقدر انه يشتغل ويعدي واحد على واحد ما عندهش مشكلة لعيبة عنده خبرات ما بيخافش كمل اللي بعدي كروس دي واحدة من افضل كروسات اللي اتعاملت في القائل باخر عشر ماتشاط الكروس اللي كان لك قربة كرة كانت سهلة جدا ان يتم تسجيلها بص اللي بعديها متواجد فين عمر كمال عبد الواحد زائق فوق قوي ويبقى السؤال وده السؤال اللي كلر اكيد سأله النفس وحضره لعيبة يتواجد في التلت الاخير بالشكل ده ده شيء عظيم وممتاز لكنه انا بلاعب نادي الزمالك اللي تحسن كتير جدا على الصعيد الهجومي هسيب البوكت اللي وراء عمر كمال او الجبهة اليمين اللي وراء عمر كمال اللي هي الشمال القوية بتاعت الزمالك اللي فيها فتوح وفيها ناصر وبيجمع معهم احيانا نحمد الحمد وعبد الله السعيد هسيبها فضية عشان عمر بيطلع كتير ولا هوقف عمر كمال عبد الواحد في مركز الزهير الايمن فبالتالي مش هعمل عملية الزيادة اللي هو مميز فيها يبقى انا ما استفدت الشيء فوعشان كده الراجل راح لفكرة انه عمر ممكن تاني عرب قوة شاند ده تشكيل ممكن يلعب كجناح ايمن قدام محمد هاني وده السبب التالي السبب التالت لو ده حصل بكرة هتديك جايزة هتمنى بس مش هقولك ايه هي انا عاوز بس اكمل عكام وفرق معايا الصورتين لعمر حلو اعسي انك تولي الصورتين بس اشناه كان بيقول تلاتة واحنا اعطي اعضاء اه تلاتة عطول وكده محمود يولي السبب التالتة احنا كلنا متفقين كل الناس وكل جمهوري الفرقتين ان الاهل يعاني من غيابات مؤثرة جدا فالتاكتك اللي كان بيشتغل بالراجل بتاع مجموعات اللعب والبنتريشن اللي كان بيساعده فيه بالراننج بالكورة او بإمام عشور أو تاو بدخوله جواه الملعب كل النادي مش موجودين كلهم مش موجودين فمستحيل يبقى عنده نفس الادوات انه يشتغل بالبنتريشن والكورة الصغيرة والمثلثات اللي بتعمل على الاطراف الراجل اللي بتاريه يروح لحلول تانية يمكن الحلول دي لسه ما وصلتش ضقتها عشان الناس تقول ايه ده الراجل ده بتكر حل او دور ازاي يا تلافة المشاكل اللي عنده بالنواقص زي العرضيات سواء متحركة او سبتة انا هجيب لك كمية العرضيات اللي الاهل يبتدى يعملها مش بس في مباراة زد ما بقيتش في عمر بس لا هو بقى التوجه دايما عشان كده الناس بتسأل همودوس تبالعب ليه الناس دايما بتسأل همودوس تبالعب ليه لأزباب كتير بس لحلهم تحلهم من ذكرها تعال روح للعرضيات تعال روح للعرضيات والكرات السبتة العرضيات والكرات السبتة تعال بص كم عرضية سواء بلعبها الرجلس بص 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 هنا كان الاهل افتقد دي بقاله فترة طويلة قوي محمد عب منام متحفظ مبقاش يطلع يعملها قدي واحدة كرة سبتة نروح لللي بعديها على طول دي في مباراة زد اللي بعديها بص دخل عب منام قطع على القريبة فدخل رحمل عبدالقادر هو اللي بعديه رقم اتنين بفكرة الترين او فكرة القطرة اللي بتتعامل فكرات السبتة الانظار كلها بتروح مع محمد عب منامي دايماً بقطع على القريبة هات اللي بعديها اللي بعديها كل دا في مباراة واحدة اللي بعده نفس القص مودست. قاطع اول لعيب. قاطع برضو على القريبة. فانت بتتكلم على انه فكرة الرجل التالي دول على الكرات السابتة والعرضيات اللي كان مماس فيها جدا عمر كمال عبدالواحد. طيب. عشان كده بيلعب مودست. علشان كده بيفكر في عمر كمال عبدالواحد. علشان كده بيفكر في انه يستخدم الاطراف ويستخدم البوكت بلعيب زي عمر السلية بعد ما حمود يتكلم. حلو جدا.